اشتركوا في القناة كنا نتحدث عن المتقين وخطبة امير المؤمنين حول المتقين وقد عرضنا لكم بعض صفات المتقين خلال هذا الشهر الكريم ووصلنا الى هذه العبارات صبروا اياما قصيرة اعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم ارادتهم الدنيا فلم يريدوها واسرتهم ففدوا انفسهم منها اما الليل فصافون اقدامهم تالين لاجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به انفسهم ويستثيرون به دواء دائهم فاذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا اليها طمعا وتطلعت نفوسهم اليها شوقا وظنوا انها نصب اعينهم واذا مروا بآية فيها تخويف اصغوا اليها مسامع قلوبهم وظنوا ان زفير جهنم وشهيقها في اصول اذانهم فهم حانون على اوساطهم مفترشون لجباههم واكفهم وركبهم واطراف اقدامهم يطلبون الى الله تعالى في فكاك رقابهم هذا جزء وبعد من شخصية المتقين وحالاتهم النفسية التي يقابلون بها مصاعب الدنيا حيث ذكرنا ب ان المؤمنين قلوبهم محزونة ونفوسهم وشرورهم مأمونة وحاجاتهم خفيفة لما كان المطلوب من المؤمن ان يتصف بهذه الصفات فكان لابد ان يتدرب على الصبع الصبع هو القوة الوحيدة التي يتمكن بها المؤمن ان يواجه صعاب الحياة لما كان من المطلوب من المؤمن ان تكون حاجاته خفيفة وايضا شروره مأمونة وقلبه وقلبه محزون لمشاكل العمة كان لابد ان يتحلى بالصبر فالصبر هو السلاح الوحيد لمقاومة هذه المشكلات هذه الصعاب هذه الامور التي تعتريه في حياته العملية ولذا كان صبرهم مثمر فقد ادى هذا الصبر الى راحة طويلة ما هي الا ايام واسابيع واشهر وحتى لو قلنا سنوات صبروا وفي مقابل هذا الصبر كانت تجارة مربحة هذه التجارة التي لا نفاد لها لا في الزمان ولا في المكان ولا في الامكانات من حيث الوسعة واي تجارة هذه ايها الاخوة اي تجارة هذه يعطي الانسان بعض اوقاته حتى لو قلنا عمره كله حتى لو عمر مئة عام يعطيها بكفه اليمنى ليقبض في كفه اليسرى خالدا مخلدا في الجنة بالله عليكم هل هناك تجارة مربحة كهذه التجارة نحن نعرف ان التجار يحصلون على الربح بنسبة معينة 10% 15% 25% اما اما ان تصل الارباح الى ما لا نهاية فهذا شيء عجيب تصور ايها الاخ ايها الصائم وانت بصومك بعبادتك ستحصل على سنوات من الحياة الرغيدة من الحياة السعيدة في الاخرة لنقل انك ستعيش مئة عام في احسن الفروض في مقابل مئة عام ستحصل على لنفترض تضع رقم واحد وامام هذا الرقم تضع نقاط من هنا من هذه المحطة من هذا الاستوديو الى حرم الامام الحسين سلام الله عليه كم هذا الرقم مهول هذه السنين التي ستحصل عليها في مقابل سنين عديدة صرفتها في العبادة فحقا انها تجارة مربحة يسرها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ولذا هؤلاء المتقون ارادتهم الدنيا سعت الدنيا اليهم لكنهم لم يريدوها وهذه صفة عالية من صفات المتقين الانسان اذا اراد اذا اراد ان يعرف نفسه هل هو في نطاق المتقين ام لا فليختبر نفسه هنا في هذه النقطة عندما تأتيه الدنيا لكنها مشوبة بالحرام مشوبة بالشبهة يمنحونه مقعد وزاري او ينصبونه مديرا عام لكن في هذا المنصب شبهة او لا سمح الله شيء من الحرام او يؤدي الى حرام لا سمح الله فهذه الدنيا اتته لكنه يرفضها ارادتهم الدنيا فلم يريدوها تركوها اداروا ظهرهم لها وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عندما جاءته قريش قائلة له طبعا عبر عمه ابي طالب رضوان الله عليه فجاءه ابو طالب القوم يعطوك ما تريد اذا اردت ملكا ملكناك جعلناك ملكا علينا اذا اردت مالا اعطيناك اذا اردت امرأة زوجناك هذه الدنيا اقبلت الى رسول الله وهو محاصر في ظنك وهو في عذاب وشدة وقد اقامت قريش عليه الحرب فماذا كان جواب رسول الله فهذا كان جواب رسول الله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته وحتى امير ما من سلام الله عليه في شورى الخلافة عندما جاءوا اليه وقالوا له وعرضوا عليه الخلافة بعد عمر بن الخطاب قالوا له ان تسير بسيرة الشيخين وقد جاءته الخلافة على طبق من ذهب ارادته الدنيا جاءته الدنيا بكل ساعتها بكل امكاناتها فماذا كان جواب امير ممنين صلى الله عليه كلا بسيرة وليس بسيرة الشيخين هذا امير ممنين وذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذاك ابنهم العباس عليه السلام وهو في احلك الظروف في ليلة العاشر من محرم والاعداء محيطين به من كل جانب ومكان في تلك اللحظة كل انسان يفكر بالفرار والخلاص من الموت الزعام جاءه شمر قال له اين بن اختنا اين العباس واخوته فلم يجبه فلم يجبه العباس عليه السلام فقال لهم الحسين اجيبوه ولو كان فاسقا فانه بعض اخوالكم ماذا تريد يا شمر انتم امنون انتم امنون يا بني اختي فماذا كان جواب العباس عليه السلام اتأمننا وابن رسول الله لا امان له بأسا بهذا الامان الذي اعطاهم شمر وفي رواية اخرى ان شمر عرض على العباس عليه السلام امورا وامور منها قيادة العسكر فجاءته الدنيا من كل مكان والامان والحرية والتخلص من الموت لكن هكذا كان موقف ابي الفضل عباس عليه السلام تجارة مربحة يسرها لهم ربهم ارادتهم الدنيا فلم يريدوها واسرتهم ففدوا انفسهم منها فدوا انفسهم قدموا التضحية لابد من التضحية عندما ترفض الدنيا عندما تتحدى الظالمين تتحدى الطغاة عليك ان تدفع الثمن ثمن ذلك عليك ان تضحي وهكذا ضحى الامام الحسين سلام الله عليه ضحى بنفسه وعياله وأولاده وأصحابه ضحى لأنه امتنع البيع ليزيد لو كان قد بايع يزيد لكانت الامور تجري غير مجراها لكانت الامور غير ذلك لما حدثت واقعة عاشراء ولما استشهد الحسين ولكان الإمام الحسين يعيش منعما في المدينة عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لكنه رفض رفض هذه الدنيا هذه الدنيا المظلمة مع يزيد مع سلطة يزيد تحت ظل حكم بني أمية ف رفض فكان ثمن رفضه والشهادة كذلك يوسف النبي يوسف عليه السلام عندما وقف بوجه امرأة العزيز عندما راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي لكن كان عليه أن يدفع ضريبة هذا الموقف فكان فكانت الضريبة هي السجن ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه فيتحمل السجن وفدى بوقته العزيز بأيامه الجميلة بشبابه بتلك السنين من عمره قضاها في السجن ولم يركع ولم يخضع لدنيا زائلة لشهوات وقتية أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيل وهنا ينتقل الإمام في خطبته إلى وصف أوقات المؤمنين والمتقين حالاتهم في الليل وفي النهار كيف يقسمون أوقاتهم كيف يستثمرون الزمن كيف يربون أنفسهم في الليل والنهار وكيف ينظمون أوقاتهم أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيل المتقون المتقون ليلهم عبادة ونهارهم علم وتقوى الليل يقضوه في العبادة هكذا كل المؤمنين هكذا كل المتقين وينقل لنا التاريخ صفة المؤمنين والمتقين من خلال أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حيث يذكر لنا ابن طاووس حالة أصحاب الحسين ليلة عاشوراء يذكر ابن طاووس قائلا وبات الحسين وأصحابه وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي نح بين راكع وساجد وقاعد وقائم ويذكر لنا أيضا الصدوق في أماليه أن الإمام أمير مبني سلام الله عليه كان يصلي ألف ركعة في الليل والنهار يقسم هذه الركعات الألف بين ليله ونهاره هكذا هم المتقون تالين لأجزاء القرآن جزء من هذا الوقت يصرفونه في قراءة القرآن لماذا القرآن لأنه هو دستور حياتهم لأنه منهج يسلكون به إلى الحياة السعيدة الحياة الرغيدة وهذا هو دأب أصحاب الأئمة عليهم السلام في يوم تاسوعاء عندما هجم الأعداء على مخيم الإمام حسين سلام الله عليه وأراد أن يقلع في تلك الليلة الحسين وأصحابه بعث الحسين بأخيه العباس ليستمهل هؤلاء يستمهلهم لليلة واحدة قائلا له ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غد وتدفعهم عنا العشية لماذا يا أبا عبد الله هو الموت قادم لك الموت لا محالة سواء هذه الليلة أو غد لماذا هذا التأخير يا أبا عبد الله لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني قد كنت أحب الصلاة وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار هذا هو الهدف الحسين يريد أن يقرأ القرآن في هذه الليلة يريد أن يستدل من القرآن صحة عمله ومنهجه القرآن هو دستور حياة لنا ولذا يطلب من الأعداء أن يكفوا هجومهم في هذه الليلة إلى يوم غد هكذا هم المتقون أما الليلة فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيل يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب عينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على أوساطهم هكذا حالة الصلاة حالة السجود حانون على أوساطهم مفترشون لجباه الجباه على الأرض وأكفهم على الأرض وركبهم وركبهم على الأرض وأطراف أقدامهم على الأرض يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم هذا هو صفة المتقين هكذا هم أصحاب العمة هكذا هم العمة عليهم السلام نكتفي بهذا القدر على أن نواصل الحديث عن المتقين وخطبة المتقين يوم غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر